الحياة النهاردة كانت كل حاجة حلوة في المطش يا أحمد يعني حتى التعليق وجهة نظر أنا أن حتى التعليق كان حلو النهاردة خليل بلوشي لأنه كان ضيفي الحقيقة من أقل من شهر الحقيقة وقال أن مباراة الأهلي مثلاً واللي هي تكلم فيها وقال جملته الشيئة دي غيرت من حياته ممكن النهاردة برضو المباراة تغير من حياته يعني بمناسبة النهوء نعم الأهلي والنجم الساحلي الأهلي والنجم أهل هو لكن أنا أتكلم على النهاردة لأنه من الممكن جداً أنها تغير برضو من بقية حياته لكن النهاردة كل حاجة حلوة التعليق كان حلو يعني حاجة جميلة يعني بأننا فترة بنعلي التلفزيون وبنسمع تعليق حلو ومبسوطين وسعداء والراجل إدى للمنتخب حقه للمنتخب المغرب منتخب المصري حقه وللمنتخب المغربي حقه ما سمعناهوش بيجيب سيرة فرق في مصر ولا سيرة فرق في المغرب وبالتالي حاجة المشهد كله كله حلو إيه اللي وحش فيه بقى؟ اللي وحش في المشهد؟ أوددك في حتة تانية هيا الفكرة كلها أن النهاردة الأول حاجة بداية المتش بداية المتش أن أنت يدخل في الجن في أول ثلاث دقائق دقائق يعتبر كان سيناريو مش حلو يعني أول ثلاث دقائق بغلطة تهور تهور آمن أشرف بيدخل في الجن بس بصراحة شخصية المنتخب النهاردة أنا شايف فيه شخصية بطل في المتشين الأخر دول أنت بتلعب مباراة كبيرة بتلعب كودفوار بتلعب المغرب أنت تستقبل هدف في أول ثلاث دقائق لأي مدرب أو أي فرقة لا ممكن الفرقة دي تنهار الفرقة دي تقع لا المنتخب بصراحة ظهر بشكل يدروا يرجعوا يدروا يسيطروا ويستحوزوا بشكل كبير لعبة المغرب حتى تحس أن لعبة المغرب من أول المتش عمل لك حساب كبير قوي خايفة منك صح فدي أنا شايف أنه دي فرقت هم خايفين جدا من محمد صلاح حتى هم طول البطولة بلعب 4-4-2 النهاردة غيروا طريقة اللعبة 4-3-3 اللعبه بتلاتة ارتكاس فده دليل على احترام المغرب لمنتخب مصر بمناسبة المعالج بصراحة المعالج خليل بلوشي قدم مباراة هيلة بقيت عليه حيادي ممتاز معالج صوته ممتاز التوم بتاعه المعلومات بتاعته كويسة جدا يعني معالج ممتاز هكذا أنا شايف بقى المباراة شايف في المبارتين الأخر تيك تيكيا كارلوس كيروش بدأ يتعلم من أخطائه في المبارتين الأخر في حكاية ايه حكاية الطريقة الدفاعية اسلوبنا الدفاعي تطور بشكل كبير جدا احنا بنا بنلعب مباراة تيك تيكية من طراز ممتاز من الطريقة الدفاعية الدفاع بتاعنا بيبدأ من عنده مصطفى محمد ممكن مصطفى محمد لما اتكلم حتى في الحالات هتشوف الحالات الطريقة الدفاعية ازاي بندفع بطريقة الـ 4-4-2 الدفاع بيجي من عنده مصطفى محمد وبينزل يسقط تحت محمد صلاح وتحت عمر مرموش اللي كمان وجود حمدي فاتحي تحت ما بين السردباكين ما بين الاتنين المساكين في المباراة كودفوار النهاردة بيقوم بالدورد النني السلية بيرحل ناحية اليمين عشان يقفل جبهة عمر كمال عبدالواحد كذلك النحية التانية برضو أيمن أشرف هو برضو المدرب أفكار ورهان الرهان ده يا إما يكسب يا إما يخسر الضبط ده برافو عليك هو ده اللي أنا كنت بقوله حتى يعني أنا كنت بقول ده في الإنترو في الأهلي فيما يخص موسيماني وتفكيره في بعض اللاعبين الناشئين اللي لعب بهم وبعدين لعب بعض اللاعبين وما لعبش هي مدارس أنت بتراهن على حاجة أنا شفت لو نجحت كله حيقولك برافو يا مستر هايل يا مستر موسيماني ما نجحتش حنا انطقت أنت النهاردة أنا ذاكرت فرقة المغرب فرقة المغرب هم أخطر اتنين اللاعبة فيها من الآخر كله أشرف حكيمي ناحية اليمين وصوفيان بوفال ناحية الشمال مع وجود حارس عملاك ورا ياسين بونو هم التلاتة أحسن تلاتة مع المدافع طبعا رومان سايس مدافع هايل بصراحة هم يعتبر أفضل أربعة عندهم مشاكل أنه كانوا بيلعبوا أربعة أربعة أتنين بطريقة ساعات أحيانا الدياموند ساعات الأربعة أربعة أتنين العادية النهاردة المدرب راح بدأ بمدير الحدالي أصلي بوش خلاص المغرب يعني موضوع منتخب المغرب خلاص إحنا عايزين نقول إيه فرق إيه اللي إحنا كسبناه من هذه المباراة طبعا الصور إنت كسبت أولا ولكن أيضا برضو عايزين نقول في ظل هذه الأفراح يا مستر مش هنقول أخطاء بقى صح خلي بالك شوف الفرق هنقول إيه خلي بالك يا مستر كيروش عندنا واحد اتنين تلاتة عشان ناخد بالنا الماتش جاني قد نكسب الكاميرون إزاي أنا برضو كمان في نقطة مهمة كمان كابتن إسلام أنت النهاردة بتلعب من غير الاتنين المساكين حجازي تصاب والوينش تصاب الاتنين المساكين الأساسيين الباكرايد بتاعك الأساسي أكرم توفيق تصاب حارس المرمة الأساسي تصاب الحمدي فاتحي الارتكاز العمود الفقري بتاعك تصاب فأنت النهاردة دي فرقة أنا شايف أن دي فرقة إن شاء الله إن شاء الله بطل أنت بتغيب عندك اتنين مدافعين أساسيين بيغيب عندك باكي مين بيغيب عنك حمدي فاتحي بيغيب ما بتتأثرش بسم الله من شاء الله يعني فكر صح واختار صح وعمل صح هو واضح ان هو بيذاكر المنافس كويس في المطشين الاخار وجود حمدي فاتحي في مطش كده فور عشان اقفل الاطراف وغطي نيكولاس بيبي وغطي ماكس جرادل على الاطراف النهاردة قافل جابهة اشرف حكيمي انا مذاكر مثلا منتخب المغرب ان اخترته في اشرف حكيمي فكانت فكرته ان انا ابدأ بايمن اشرف عشان اقفل مع ابو الفتوح لسوق حظه على الرهان ده ان اول لقطة الايمن ايمن خلاص داخل بقى واخد التعليمات ان انا هاقفل فعايز يخوفه فما تخوفهش من اول ديه في ضرب بتعمل راكل الجزاء فدي بتبقى اخطاق فردية من بعض اللعيبة ايمن الحقيقة في الكرة في الشوت التاني دي برضو بس يحسب لكارلوس كروشي التغييرات يا كابتن اسلام ايمن اشرف رح عمل ايه لما غير رح مرجع ايمن اشرف ورا كمساق جنب محمد عبد المنعم نزول تريزي جيه كارتكاس ثالث ليه عمل تريزي جيه كان عندنا مشكلة في عملية محتاج واحد يزيد جوه منطيت الجزاء فده لتريزي جيه عشان يعمل عملية الزيادة فيحسب له التجارك كذلك فيه عاجة مهمة جدا في الشوت الاضافي طريقة اللعبة بتاعتنا تحولت الاربعة اربعة اتنين محمد صلاح جنبه مصطفى محمد اتنين مهاجمين نحية اليمين مين كان زيزو ونحية الشمال تريزي جيه فده راجل مدرب بيفكر ومن هنا جي الهدف ده لما نيجي نحلله